بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن علاج نهائي لفتح الشرايين المغلقة وخاصة الشرايين المغلقة بالقلب ونقص التروية وهذه الوصفة صدقة جارية بإذن الله تحتاج لقسطرة وشبكة وتكلف مالا كثيرا إليكم طريقة علاج منزلية سهلة وصفة لعلاج الشرايين المغلقة أي المزدودة في الجسم ولا يعرفها ولا يحبذها بعض الأطباء وهي كانت سر مكتوم وأليكم هذه الطريقة لتحضير الخلطة والمكونات نأخذ ملء فنجان شاي زنجبيل طازج مبروش وعصير ليمونة واحدة وحبتين أو فصين من الثوم المهروس زائد ملعقة واحدة من خل تفاه عضوي يخلط الجميع ويوضع في كأس كبير عليه ماء مغلي ويترك لمدة عشر دقائق ثم يشرب منه وستشعر بالراحة ووصيتي للجميع بأن يستخدم هذه الطريقة شهريا لتنظيف الشرايين في جسمك أتمنى أن تصل هذه إلى مريض فتكون سببا في الشفاء بإذن الله قد لا يكون لك أحد تعرفه مصاب بانسداد في الشرايين لكن لا تعلم من قد يستفيد منها ورب دعوة في ظلام الليل لمرض يتألم تصل لعرش الرحمن ونحن نيام فالدال على الخير كفاعله شارك المعلومة ولك الثواب أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم واقتراحاتكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجر والثواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله